مفروض هذا مع الفيديو السابق لكن للأسف نقطع عندنا Special Function Register يكون عند الSpecial Function Register الشكل العام لإلها عندنا المتحكم بالFunction Register عند Data Transfer اللي هو بنقل البيانات عندنا هون الوحدات الطرفية هون العالم الخارجي يعني الشاشات والعالم الخارجي يعني إحنا وعندنا المترو كنترولر وهون في عنا بيصير في حالة الانتربريتر بروع المترو كنترولر واللي برغط بين هاي المكونات مع بعضها بين الكنترول وبين ال Data Transfer اللي هم ال Data Buses اللي هي النواقل اللي بترقل البيانات من Special Register لل Control Core ومن Control Core بترقل البيانات لل Data Transfer Special Register عن طريق ال Data Bus فقط لا غير هلأ عنا Data Memory Addressing إحنا مليحنا على Data Memory حكينا على Data Programming حكينا ذاكرة القسم نوعين Data Programming هو Data Memory صح خلصنا Data Programming كاملة وبدأنا بال Data Memory الآن بيحقوا عن طرق العنوان في Data Memory كنت حكيتها مرة برسمة من الرسمات إنه في عنا طريقين اللي هي Direct وال Indirect صح؟ طيب طرق العنوانة اللي هي شو معنى طرق العنوانة Address Any Memory Location File Register is 8 Bit إنه بنعرف عنوان العنوان اللي بدنا إياه دائما مكونا من كم؟ من 8 Bit 8 Bit هدول مقسمين كالآتي يعني من 0 لين؟ لعن 7 هم 8 Bit حلو؟ عنا Bit واحدة اللي هي للبانك البانك عنا إما 0 أو 1 تتذكروا خلينا نرجع هايو لإما البانك 0 لإما البانك 1 فإحنا دازم نحدد مكان البانك يعني أنه بناء البناء الأولى ولا البناء الثانية ففي عنا Bit بتحدد البانك وال7 Bit الثانيين السبعة Bit الثانيين بيحددولي Location في البانك في أنوى موقع في البانك أوكي؟ يعني أنا Bit بتحدد في أنوى بنك لإنه عنا 2 Bank يعني بناية البناية 0 والبناية 1 بعدين السبعة Bit بيحددولي الموقع إذن كم موقع بقدر يحددولي؟ 2 قوة 7 128 موقع فقط لا غير على طول يعني في كل بنك ما بنقدر يحدد غير 128 موقع تمام؟ إن جنرال توفق يعني بالوضع الطبيعي أو بالعموم فين طريقتين للعنوانة اللي حكينا هم اللي هي Direct و Indirect طريقة العنوانة المباشرة وطريقة العنوانة الغير مباشرة طريقة العنوانة المباشرة هدا 7 Bit 7 Bit Address Part إن السبعة Bit هدول انسوا Bit البانك بكونوا بانك سيلكشن دان نترو using 5 البت الخامس والبت السادس بحددولي لستيتس بانك ووضع بالنسبة عنا هاذا الوضع إنه بحسنا 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 الادرس والبت الخامسة والسادسة بحسنا بحسنا الريجستر. شو وضع الريجستر. الانداريكت السبعة بت. شوفوا علي. الانداريكت دائما تتعامل مع السيليكشن ريجستر. دائما الانداريكت. وعندنا بتاخد السبعة بت اللاور. اللاور يعني من صفر لستة. يعني اللاور. اوكي بتاخدهم من وين من الفايل من الفايل سيديكتد. بنك سيليكشن تنوزينك موست. البانك بكون عنا اعلى بت اللي هي الاخيرة اللي زي هون زي ما حكيت لكم انه اخر بت هي بتكون للبانك. اوكي. بس. والار اي بي بت. الار اي بي بت بحدد الستات لرجستر حالة الرجستر. استطلق الها كاري زيرو اه الى اخرهم. ذات المومة الادرسينك زي ما حكيت لكم هاي الدايريكت. وهاي الانداريكت. تمام? اه لو تش لاحظوا الانداريكت دائما ايش? بالفايل سيليكت ريجستر. اما الدايريكت مباشرة راي حتى على وين? راي حتى على الملت بيكسر. والملت بيكسر بتروح على الفايل ريجستر. هاي لا الانداريكت. ما بتروح مباشرة دائما بتتعامل بالفاي سليكشن رجستر تمام عشان تكونوا عارفين دايكس وإنبارك الآن الاستيت الاستيت هاي خصتها سهلة حكيناها كثير شو وضع الاستيت عنا اول اشي استيت رجستر نحكي عن الاستيت رجستر الاستيت رجستر هون عني مكون من هاي الاتريبيوت تمام هدولي الاتريبيوت الاتنين اللي هون هاي الصفر الاتريبيوت السفر هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاثة هاي اربعة هاي خمسة هاي ستة هاي سبعة مكتوبة السادس والسابع مش مستخدمين دائما رح يكونوا صفر دائما رح يكونوا ايش صفر هذا الاستيت رجستر تمام دائما رح يكونوا صفر قلتل خلصنا السادس والسابع عرفنا تركيبته احفظوهم هدول تركيباتهم كل اللي حكيناها الخامس الخامس بحددلي البانك انا بقنو بانك البانك الصفر ولا البانك الواحد احنا عنا بانكين صاح بحددلي البانك اللي انا فيه تمام البانك الصفر او بانك الواحد احنا تي او اللي هي في الموقات اللي هي تايم اوت شوفوا تايم اوت هاي ها بتكون واحد اذا نفذ الامر لجراول تي او سليب بتكون واحد اذا نفذ هدول الامرين تمام بتكون واحد اذا نفذ الامرين بتكون صفر متى بتكون صفر لما ينتهي من عمل الووش دوك تايمر من العد لما ينتهي الووش دوك تايمر بتذكروا الووش دوك تايمر لحظة افرشيكم ايا اذكركم في حيو وسوف افرشيكم ايا كان الو موقع مكان تاني اتوقع شرحنا لحالو حكينا عنو نار يعني الووش دوك تايمر واحد هون ذكرنا يعني هون ذكرنا ذكرنا في اكذا موقع تمام فاذا متكون صفر عندما ينتهي من الووش دوك الووش دوك تايمر من العد هاي بتكون صفر ويكون واحد اذا نفذ الامر هاد والامر سليب الامرين هدول اذا نفذهم هادو هاد بتكون ايهش واحد غير ذلك اذا انتهى من الووش دوك تايمر بتكون صفر اوكي البيدي خلصنا الرابع البيدي شو معنى البيدي بور داون بيت شو معنى صرنا فيما جاء يعني صار الطاقة قليلة زي اللاكتوب لما طلع لنا رسالة انه الجهاز تقفه منخفضة وحطه في وضع حفظ الطاقة لما يكون واحد لما تكون طاقة منخفضة وحطه في وضع حفظ الطاقة ولما تكون صفر اوكي اللي هي لما تكون صفر لما يحطه في وضع الحفظ الطاقة ولما تكون الواحد لما يكون في عنا الوضع عادي ما في مشكلة فيها تمام هاي بالنسبة مين بالنسبة للبت الباور داون يعني ما فيش عنا طاقة تمام نيجي علي بعديها اللي هي الزيرو الزيرو هاي للفلاقات حكيتها قبل هيك كده مرة بس خلينا ارجع عايدها زيرو فلاق وكون واحد اذا كانت النتيجة اللي طلعت من وحدة الحساب والمنطقة الالو صفر النتيجة طلعت صفر بياخد قيمة واحد النتيجة طلعت صفر بياخد قيمة واحد غير ذلك بيضلوا قيمة صفر الديسي اللي هي الاخزيلورتي او فلاق ديسيمال كاري شو قصته هدا فلاقة قد ديسيمال كاريسة ما حكيت لكم يا صابقا هلا انا عندي هاي واحد واحد اذا صار فيه عندنا هون كاري بتكون قيمته ايش واحد واذا ما كان فيه كاري بتكون قيمته صفر في هاي الحالة بين البتة التالة والبتة الرابع تمام هاي هي اما الكاري اوت اللي هي عندنا السي اللي هي الكاري اوت هاي غير بتكملوا الحال للاخر هاي هاي هيك شوفو هون في كاري برة واحد زائد واحد صفر وبريد واحد يعني انا عندي كانوا 8 خانات هاي صارت التاسعة هذا هو الكاري اوت بتكون برة تمام يعني بعد التمن بعد التمن خانات اوكي بالخارج اما الدي سي بتكون بين التالة والرابع بالوسط اذا كان عندي الجسر مثلا مكون من 8 بيت بيكون بين الرابع والخارج او التالة والرابع بس اذا كان عندي الجسر مكون من 16 بيت بيكون بين البتة السابع والبتة الثامن اول 8 بيت بعدين التاني 8 بيت اللي بيناتهم بيكون هذول بيحددولي اللي هو الدي سي واضح اللي هو DC إنه يكون واحد أو صفر هذا بالنسبة للفلاق هاي هيك إحنا شرحنا كل مكونات من الستاتسرجستر إذا الستاتسرجستر مكون من 8 خانات السادسة والسابعة ما بتشتغل عندنا ما فيهم دائما قمتهم صفر وشرحنا من بيت الصفر للبيت الخمسة كل واحدة شو بتعمل فيها تمام هاي بالنسبة للستاتسرجستر شكرا للمشاهدة